الزهري وعلاقته بألم العضلات هذا الطفح الجلدي يمتد أيضا لكف الإيدين وباطن القدمين المرحلة الثالثة تتميز بوجود مضاعفات أيضا بالنسبة لمرض الزهري لو بدأنا في العلاج مبكرا وخذنا حقا البنسيلين حسب استشارة الطبيب المعالج هذا يشفي تماما من المرض أكثر من تسعين في المئة يشفو وبالتالي المتابعة تبقى عن طريق اختبار VDRL لا تبقى عن طريق الاختبار TBHA لأن TBHA تحليل التأكيد يفضل على طول عمر لكن VDRL يتحول إلى السلبي بعد العلاج لكن في بعض الأحيان تتأخر هذا التحول للVDRL يقعد شهور وبعض الأحيان سنوات